موسيقى علي بومنجل محامي المجاهدين في التورة التحريرية انزاد في 24 مايه 1919 بغي ليزان في عالم دقفة بابه كان أستاذ واخوه كان محامي كبر علي بومنجل وقرر يكون كما اخوه بعد ما تحصل على الباك قرر الحقوق في البلدة وين تعرف على بزاف شخصيات تورية كما بنيوس بنخدة وساعة تحلب وخاصة عبان رمضان لي كان قريب لها بزاف للدرجة قنع ويخدم في شركة شال ومعاه أبدأ نيضال على جل القضية الجزائرية انضم لحركة حباب البيان في 1944 وبعدها كان في الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري قبل ما ينخلط في الأفلان ويولي مستشار في الجنة التنسيق والتنفيذ وكان تاني محامي تع المجاهدين اللي تشدهم فرنسا ما بصح الدور الكبير اللي لعبوا في الدورة التحريرية كان التعريف في القضية الجزائرية في الخارج وينأسس المجلس العالمي للسن ورجع يحكي للقضية الجزائرية ومعاناة الشعب الجزائري في المحافل الدولية فرنسا اللي كانت حب أتغم التورة في الداخل مع جبهاش النشاط تعليب ومنجل وبدأت تعسفه حتى وقت السلطة تحرقبت عليه في عام 1957 ويندى وهل مركز التعديب لي جاي في بولفاق ليمونسو اللي اسمه درق بولفاق عليه خوجة وهو نفس المركز اللي تعطف فيه موغي سقودا وصحو فيه انغي علاك بعد ثلاثة وربعين يوم من التعديب اللي محبش فعليب ومنجل رفض يتعاون مع المستعمر فرماوه من الباطمة في البيار من الطابق الخامس وقالوا باللي انتحر الحقيقة ما تكشفتش غير في عام 2001 كي بول أوزاريس منفذ العملية أترف بهذا الشي في كتابه عيلة عليب ومنجل ما زالها تسمى اعتراف رسمي بهذا الجريمة كما الجزائريين قاعد اللي ما زالهم يسمى في فرنسا تعطرف جرائم ها وقت الاستعمار وحتى لهذا النهار نقوله ربي يرحم الشهداء ومن حكال الزمان الله يرحم الشهداء الأبرار اللي بفضلهم اليوم احنا أحرار اشتركوا في القناة